مروحة الستوك بتاعت انتل اللي بتبقى طلعانة من المصنع لسه سخنة لكن في بعض الوقات ما بتبقاش جاية مع البروسيسورز الهدية ولكن انا بتكلم ان في بعض البروسيسورز من شركة انتل بتبقى جاية بالمروحة دي هدية مع العلبة في البروسيسور ولكن هي خامتها ضعيفة شوية وكمان طريقة تركيبها ممكن تكون صعبة في الفيديو ده ان شو الله هعلمك ابو الصحابك ده ازاي تركيبها ممكن هي لتتركب لوحدها بعد كده اساسا ايه 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 فمن رأي تأخير خلنا ندخل في الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا جيشن وكتشفين في حلقة جديدة على قناة كتشف العالم اللي هنتعرف فيها على اصل طريقة نركب بيها المروحة الستوك اللي بتبقى جاية مع البروسيسور من شركة انتل رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين وخلينا نحاول ان احنا نركبها على البردان طيب يا شاب بنجيب المراحب بتاعتنا اللي بالشكل ده اهو هعلمكم الاول ازاي تركبوها وبعد كده هقول لكم ازاي تخلعوها هتلاقي في عندك ينقضوا سهم كده اهو تمام تركز عليه والسهم ده موجود في كل الاربع زوايا تمام بده اقضوا بعدك كده اهو بترجع السهم ده الورى تمام وبترفع على فوق وبعد كده ترجع السهم ده على ورا ترفع على فوق ويتعمل كده مع الباقي كله عايز بس اندبه على حاجة مهم ان زي ما احنا ما شايفين انا مش حاطت معجون حراري على البروسيسور انت لازم قبل ما تركب المروحة تكون حاطت معجون حراري انا مش حاطت عشان انا بس بوريكو طريقة تركيب المروحة ولكن في الفيديو ان شاء الله اللي جاي هنتعرف فيه ازاي تركب البروسيسور لازم هتحط معجون حراري تمام؟ بعد كده تاخد بعضك ازاي ما انت شايف معايا انا بصوا انا كل اللي استعملو معاكم بس ان انا استعمالو متأكد ان كل الاسهم ايه اه ما اتشئ Liebe على طهرة تمام؟ بعد ما بتثبتها كدهو بتيجي على دة كدهو تقوم جايgi منزله بالراحة و تقومجاي منزل ده و تقومجاي منزل ده و تقومجاي منزل ده زي ما احنا ما شوفنا شاب هيا كده تركبت تمام؟ يعني هي كده ايه تركيبت هي زي الفل يا يا رب ولكن ولكن خد بعضك انك تقفلها بنفس الطريقة ده اللي عملتها يعني ده بعد كده ده بعد كده ده بعد كده ده بعد كده ده عشان تتقفل معك مظبوط وزي ما احنا ما شايفين دلوقتي خلاص هي بقت مربوطة ايه زي الحليد مع البردة وانا بس هستزلك نوط الفولت شوية طب اي صرف انا دلوقتي بقى عايز افكها انا عايز اخلع عشان انضف المعجون الحراري او اعمل اي حاجة هقول لك بسيطة مش محتاجة حاجة يعني كل المطلوب منك انك تامل هي حاجة واحدة بس تلف السهم ده تمام وبعد كده تلف السهم ده وبعد كده تلف السهم ده بالشكل ده او بنفس الطريقة وبعد كده تقوم جاية رفع لفوق ترفع لفوق بالشكل ده او ترفع لفوق واي هتلاقيها اتفكت معك ولكن هل كده يوسف هي عتبقى اشتغلت خلاص هقول لك لا الله يا عم يوسف هتحيرنا لي يا عم هقول لك لا انت كده هتكون ربطةها لكن عشان تشتغل لازم بتوصل لها باور الله ايه يوسف الباور ده بتلاقي فيه سوكيت هنا اسمه CPU Fan بعد ما بتركب المراحة بتثبتها كويس بتاخد بعضك وتركب المراحة هنا كده بالشكل ده وهكذا انت تكون ركبت المراحة بتاعتك ككهرباء وكتركب ذات نفسها على البروسيسور وبكده يا شباب نكون خلصنا حلقتنا بتاعت النهاردة باتمنى يا ربو انكم تكونوا استمتعتم معي متحرمونيش من اللايك سبسكرايب للقناة وشير عشان كل اصدقائكم يستمتعوا بحلقتنا بتاعت النهاردة كان معاكم يوسف نصر في امان الله